اشتركوا في القناة وأن شهر رمضان الفضيل هو فرصة إلهية للإنسان لأن يعيد الاتصال بالخالق مباشرة وبدون أي وسيط وهو يمنح لهذا الإنسان مرة واحدة في العام فإذا ما بدأ منذ اليوم الأول ينبغي علينا أن نقيم هذه العلاقة نجدد العلاقة مع القالق بروحانياتها وتجليات هذه الروحانيات دون أن نحسب حسابا للحسنات أو نحسب حسابا لمحو السيئات هي فقط تقام العلاقة بين العاشق والمعشوق على الطريقة الصوفية ومن المؤكد أننا رغم كل حسناتنا لابد أن نجترح السيئات خلال العام كله لكي يأتي هذا اليوم العظيم أو الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليعيد قراءة نفسه من جديد هي العلاقة ينبغي أن تبدأ بالنفس أولا بين الإنسان وذاته لإعادة التقييم أو التقويم من جديد ثم من هناك تبدأ أول الخطى للانتقال إلى المرحلة الأهم والأخطر والأكثر روعة وتجليات وهي العلاقة الحميمة مع الخالق خلال النهار يمتنع الإنسان عن كل ما له علاقة بمادة الجسد المخلوقة من طين وما يلزمها من تبعات تؤدي أيضا إلى تبعات أخرى هذا الامتثال للأمر الإلهي بالصيام هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما يقول الجميع صوب متصحه هي استعادة للصحة من جديد وإعادة كسر الروتين اليومي الذي يستمر 11 شهرا في العام هي حمية من نوع ما وهي نوع من أنواع المقاومة الحقيقية للنفس وما تتطلبه وما تشتهيه النفس أيضا وفي الليل هناك باعتمار شاعرا تجد في الليل في سكون الليل في قراءة النجوم في قراءة هذا الكون اللامتناهي من خلق الله وهو جزء منك وأنت جزء منه إعادة الاتصال بالكون أيضا ليس فقط بالنفس والخالق وإنما أيضا بسوى النفس وسوى الخالق من مخلوقات من هذه الأعجيب التي لا تدركها العقول ولا تدركها الأبصال لأنك لو تطلعت إلى السماء ورأيت ملايين النجوم فإنك لن تستطيع عدها حتى ولو كان معك جهاز كمبيوتر يحسب لأنك لن تستطيع إطلاقا إحصاء آلاء الله ونعمائه عليك أخي المسلم أخي الصائم حيثما كنت وفي أي مكان شاهدتني في النهار أم شاهدتني في الليل أقول لك أن النهار المسلم الصائم يختلف تماما عن نهار المسلم الذي لا يصوم لأنه بالفعل يجعل من نفسه ومن امتناعه عن تناول ما اعتاد عليه طيلة العام من مأقولات قد تضره في كثير من الحالات ونحن مدمنون على ما يجعلنا في النهاية نندم في النهارات وفي الليالي الطيبات الكريمات هناك الصلة الروحية الجميلة الصلة التي لا أجمل ولا أحلى منها بينك وبين الكون بينك وبين خالق هذا الكون وتفكروا في خلق السماوات والأرض وكذلك أيضا تجعلك تعيد حسابات الماضي وتبدأ الحساب من جديد كل رمضان له نعمة أساسية وهي أنك عدت من جديد لكي تكفر عن أخطائك وخطاياك معنى ذلك أن الله تعالى منحك الفرصة الأخيرة قد تكون الأخيرة بالفعل لأنه لا يعني لا يعرف إنسان متى تنتهي بالنسبة إليه هذه الحياة فلتكن مقدمة الفرصة الأخيرة هي الامتحان النهائي بالنسبة لك إما أن تنجح أو تسقط ولا إعادة بعدها ربما لا تعود في السنة القادمة لكي تنعم بمثل هذا الشهر الفضيل الذي كله خير وبركة وتنزيل وعلى الذين يهتمون باللغة بشكل خاص كالشعراء والأدباء وغيرهم أن يعيدوا قراءة القرآن الكريم بالمعنى حتى اللغوي حتى اللغوي أنا شخصيا أقوم بمثل هذا العمل أعيد قراءة اللغة الجميلة البيان الذي جعل من سيدنا عمر من الخطاب رضي الله عنه يستمع إلى شقيقته وقد أسلمت وذهب بسيفه ليقتلها لأنها أسلمت فسمعها وهي تصلي صلاة المغرب جهرا تقرأ طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وظل يستمع إلى نهاية السورة وسقط السيف من يده وأعلن إسلامه على الفور إذن فاللغة في القرآن الكريم بالنسبة إليك مهتم باللغة هي أيضا مهمة أن تفهم ليس فقط مضامين الآية الكريمة أو القرآن الكريم إنما أيضا هذا السحر وهذا البيان الجميل وهذا الإيقاع هذه الموسيقى هذا الإعجاز الذي تحدى به الخالق شعراء الزمن الجاهلي وقال لهم وحلف بالكتاب أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بكلمة واحدة أو بآية واحدة منه وأسلم كثير من الناس تبعا لهذا البيان وإن من البيان لسحرة وأقول لكم في النهاية أرجو أن تتأملوا في كثير من معجزات هذا الشهر الفضيل ليس فقط على صعيد روحاني ولا على صعيد صيانة الجسد أو إعادة صيانة الجسد من كل ما هو زائد عن حاجته وغسيل كامل للمعدة التي تعبت وهي تطحن الطعام طيلة العام وإنما أيضا من جهة أخرى ربما تكون الأهم من جهة قراءة الكون أو إعادة قراءة الكون من جديد وإعادة قراءة وتفكروا في خلق السبوات والأرض كل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر